نحن نعلم مقدار التسارع الناجم عن الجاذبية عند 400 كم فوق سطح الأرض حيث توجد المحطة الفضائية معلقة إن الذي أريد أن أفعله في هذا الفيديو هو إيجاد كم السرعة التي تحتاجها المحطة الفضائية للحركة حتى تبقى في المدار من أنجل البقاء في حركة دائرية حول الأرض إذن نحن نعلم من دراسة الحركة الدائرية أنها بعيدة ما الذي يجعلها في حركة دائرية ولنفرض أن لها سرعة ثابتة من أحد أنواع التسارع المركزي والتسارع المركزي هو التسارع بسبب الجاذبية وقد أوجدنا ماذا كانت عند 400 كم إذن نحن نعلم مقدار التسارع المركزي وسوف يكون سوف يكون مقدار السرعة تربيع أو السرعة تربيع على R حيث أن R هي نصف قطر المسار نصف قطر المدار والذي هو عبارة عن نصف قطر الأرض زائد الارتفاع إذن لقد أوجدناه في الفيديو السابق إنه 6771 كم إذن دعنا نحلل لإيجاد V بعدها نستطيع وضع أرقام على الألة الحاسبة إذن بضرب كل أطرفين بR سوف نحصل على مربع V يساوي مقدار التسارع ضرب نصف القطر إن مقدار السرعة أو السرعة يساوي الجذر التربيعي للتسارع الضرب مقدار التسارع ضرب نصف القطر إذن دعنا نستعمل الآلة الحاسبة ونستطيع إثبات الوحدات هذا مربع متر لكل ثانية ضرب متر والتي هي مربع المتر لكل مربع ثانية بأخذ الجذر التربيعي لهذا سوف نحصل على الوحدات المناسبة إذن دعنا نستقدم الآلة الحاسبة ونحسب هذه هناك نذهب وبعدها نريد أن نحسب الجذر التربيعي الجذر التربيعي لمقدار التسارع بسبب الجاذبية عند هذا الارتفاع عند ارتفاع 8.69 متر لكل ثانية تربيع ضرب نصف القطر للمصر الدائري والذي هو نصف قطر الأرض ويساوي 6371 كيلومتر زايد ارتفاع مقداره 400 كيلومتر الذي نستعمله هنا في هذا السيناريو إذن هذا يعطينا لقد فعلنا هذا في الفيديو السابق هذا يعطينا 6.771 ضرب 10 للقوة 6 متر ضرب 10 للكوة 6 إذن التسارع في المتر لكل مربع ثانية هذه هنا في اليمين وحدة المتر إذن الوحدات ليست غريبة وبعدها سوف نحصل على كم السرعة بوحدة المتر لكل ثانية وسوف نحصل على 7670 متر لكل ثانية دعني أكتب ذلك بالأسفل السرعة الضرورية حتى تبقى في المدار هي 7670 متر لكل ثانية دعنا نضع تصورات لثانية واحدة كل ثانية سوف تذهب أكثر من سبعة ألاف أو كل ثانية سوف تكون أعلى من سبعة ألاف من سبعة ألاف متر أو سبعة سبعة كيلو متر إذن إذا فرضنا اتجاه الحركة سوف تكون سرعة عالية جدا وإذا أردت نقل هذه بوحدة الكيلو متر لكل ثانية فأنت سوف تأخذ 7670 متر لكل ثانية ونقول هناك 3600 ثانية لكل ساعة ثانية لكل ساعة إذا ضربت ذلك إنه كم متر سوف تقطع في الساعة إذا أردت ذلك بالكيلو متر ما عليك سوى أن تضرب ذلك بواحد على ألف متر والمتر مع المتر سوف تلغى وثانية سوف تلغى وسوف يترك لك كيلو متر لكل ساعة إذن دعنا نقوم بذلك إذن نضرب الإجابة السابقة ب3600 وبعدها نقسم على ألف إذن نضرب ب3600 ومن ثم نقسم على ألف أو نضرب بالرقم 3.6 وستحصل على 27.600 كيلو متر لكل ساعة وهذه بالواقع سرعة يتعذر فهمها وأنت ربما تكون متعجبا كيف هذا الشيء الكبير يبقى بهذه السرعة حتى طائرة نفاثة والتي تكون قريبة من هذه السرعة لديها محرك ضخم للحفاظ على سرعتها كيف هذا الشيء يبقى؟ هو الفرق بين هذا والطائرة نفاثة أن تلك النفاثة والسيارة مهما كان مهما كان دعنا نركز على طائرة نفاثة الطائرة النفاثة تتحرك في الجو إنها في الواقع تستخدم على هواء كقوة دافع وتنفيذ ذلك في الجو بسرعة ولكنها تتعرض لمقاومة الهواء إذن المحرك أوقف فإن الهواء سوف يصطدم بالطائرة ويزودها بكوة احتكاك تجعلها تضبطأ في حركتها وإما محطة الفضاء أو المكوك الفضائي أو شيء في الفضاء سوف يكون بنفسه يتحرك تقريبا في الفراغ الكامل ليس مئة بالمئة فراغ كامل ولكن بالغالب فراغ كامل القليل من مقاومة الهواء بهما المقاومة الهواء يجب عليك أن تتعامل إذن نحن نعلم من القوانين أن الجسم المتحرك يبقى في حركته إذا لم يحدث له شيء يجب أن لا يكون هناك هواء لتقليل السرعة وسوف تبقى بتلك السرعة في الواقع إذا لم يكن لديك تسارع الجاذبية والتي تسبب التسارع المركزي التي تسبب التسارع المركزي سوف تتحرك في خط مستقيم للأبد وهذا يطرح نقطة مثيرة للاهتمام لأنه لأجل تلك الحركة بسرعة سريعة جدا يجب عليك أن تتأكد أنه لم تختلف عن هذه السرعة أبدا إذا أبطأ الحركة سوف تتحرك بشكل حلزوني ببطء إلى الأرض إذا كانت سرعتك أعلى كثير من تلك السرعة سوف تتحرك ببطء حلزونيا بعيدا عن الأرض لأن التسارع المركزي بسبب الجاذبية الأرضية لن تكون كافية للحفاظ على مصار دائري مثالي وبالتالي يجب عليك أن تكون قريبا من تلك السرعة الموجودة هناك